صباح الخير واليوم 25 مارس 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار وبداية مع مولود درج الحمل عزيزي الحمل عبي صعب عليك التخلص من الضغوطات المهنية اللي عم بتفاجأك وتوقع دعم من أحد الأصدقاء يلي رح يوفر لك ظروف أفضل واستقرار مع محيط غريب عنك وأما عاطفيا تكرار الخلفية التام مع الشريك عم بعقد الأمور بيناتكن أكتر وانتبه من عدم قدرتك على معالجة الوضع بالطريقة يلي عم تتمناها مولود درج الطور لربما تتعرض لبعض الانتقادات المقصودة والمرتبطة بموقف مهني أو اختلاف بالقراء من أحد المقربين منك أو الزملاء في العمل وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن فرص غير عادية رح تساعدك بتغيير قدرك العاطفي بشكل ملموس وإيجابي مولود درج الجوزاء رح تتحرر من بعض القيود والضغوطات السابقة على الصعيد المهني وتوقع تجاوب من جهة جديدة بانتظارك وأما عاطفيا خطوة خطوة عم تتحرك باتجاه استقرارك العاطفي بعيد عن كل المواقف السابقة يلي ما رأت فيها وما حابة بتكررها مولود درج السرطان تطورات مهمة بانتظارك على الصعيد المهني وكأنك أمام ظروف جديدة ضمن مجالك المهني الجديد ولكن بأسلوب مبتكر وإيجابي وأما عاطفيا يبدو أنك تخطيت الظروف العاطفية المعقدة فما تتصرف بغرور مع الشريك ومن الضروري مراقبة كلماتك ومواقفك معه مولود درج الأسد عبين قصك المبادرة أو الخطوة الأولى في تحريك وضعك المهني باتجاه مجال جديد أو خاص فيك بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك وأما عاطفيا عم تشعر باهتمام وتفهم الشريك لظروفك المالية يلي عم تعيشها حاليا ولو أنه متابعتك لإله عم بتكون من بعيد لبعيد مولود درج العزراء الفلك عم يتحدث عن علاقات مهمة رح تعرف كيف تستفيد منها والمطلوب منك تحديد اتجاهاتك المهنية ونوع عملك الجديد قبل توسيع نشاطاتك وأما عاطفيا اتوقع ارتياح عاطفي معاشته من سنين طويلة بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك مولود الميزاني اللي عم نشوفه متفائل على الصعيد المهني ورح تلعب الصدف دور كتير مهم في تسريع خطواته باتجاه نتيج إيجابية بالإضافة لتفكير جدي بتحسين وضعه المالي وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن تقارب المشاعر بينك وبين الشريك ولو أنه الأمور بيناتكن مازالت بحاجة لبعض التوضيحات المهمة مولود العقرب الفلك عم يتحدث عن بدايات مهنية خاصة فيك داخل محيطك المهنة وتبدو جاهز لتقديم أفضل ما عندك بهدف الاستقرار مع نفس فريق العمل وأما عاطفيا رح تنجح في إيجاد الحلول المناسبية اللي بتخصك أنت والشريك مولود القاوص صعب تشتهد على إتمام أمر مرتبط بوظيفة جديدة بالإضافة إلى مشاريع مهنية كبيرة ممكن تباشر بوحدة منها مع أشخاص غريبة عنك وأما عاطفيا بالرغم من صعوبة المرحلة إلا أنك قدرت تتخطاها بكل إيجابية وتوقع ظروف أفضل مع الشريك مولود برج الجدي تجربة مهنية جديدة بطريقك بتحمل معها فرصة لمجال مهنة ما كنت مفكر فيه أبدا وأما عاطفيا تبدو مضطرة على تجاهل تصرفات الشريك ومواقفه الصبيانية معك بدل من مواجهته بالحقائق مولود برج الدلو عم بيصعب عليك تحديد خياراتك النهائية على الصعيد المهنة وتوقع تأجيل مرتبط ببعض التغييرات اللازمة وأما عاطفيا لربما تتعرض لبعض الكيديات الملفتة بعلاقتك مع الشريك بالرغم من مشاعرك الكبير باتجاهه آخر الأبراج معنا مولود الحوت يلي عم نشوف مصير مهن جديد أو خاص عم يشتغل على تنفيذه بالوقت المناسب بالإضافة لتفكير جدي مرتبط بالانتقال إلى الخارج وأما عاطفيا تبدو قاسي بشكوكك المرتبطة بمشاعر الشريك تجاهك ولازم اتميز بين طبعه ومشاعره لترتاح من الوسويس يلي عم بتعيشه هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار إن شاء الله تكون نالت أعجابكم بلاقيكم بكرة بتوقعات جديدة تضلكم بألف خير و باي باي